الاكياس الدموية ليها برضو تأثير عن على الحقن المجاري? على حسب طبيعة الاكياس الدموية زي ما اتفقدنا. لو هي وكيز دموية بسيط. يعني كيز دم بسيط خالص. مم. ما خفش من المشكلة خالص. ده ممكن يتشال وانه من الحقن مجاري. وممكن نهم الحقن مجاري وهو موجود. ده البسيط اللي بيتشال عقل واحد. لكن زي ما قلت حالك لو هو بطانت راح المهاجرة يعني الكياس الدموية نتيجة بطانت راح المهاجرة تكونت الاكياس دموية داخل المضيض. دي ببقى لها تأثير سلبي. لأنها بتقصر على عدة حاجات. واحد بتقصر على مخصوم مضيض. اتنين بتقصر على جودة البوايضة نفسها. بتقصر على جودة البوايضة. وزي ما قلت من شوية صغيرة ان البوايضة اهم اهم حاجة في عملية الحالة المكان. سعلا. خلاص. الحاجة التالتة كمان. وجود بطاعة تراحل مهاجرة. لا بتخلي بيحصل تضخم فعضة تراحل نفسها. فتخليها ما ما عندهش القدرة الاستعبية او الاستقبالية للجديد نفسه. ومنجب من الحاجات الاخرى ان السيدات اللي زي دول اكتر ارضة لهم اجهاض حتى بعد ما نزرع لهم الاجنة بتاعتهم. يعني يحصل حمل ويحصل اجهاض. وبالتالي لهم طريقة خاصة جدا او طرق خاصة جدا. ان احنا نزرع لهم اجنة بشكل معين. حضرتك وضح. عشان نوصل بنسب الحمل دي من نسبة عليها. دكتور اكيد الطرق دي بحضرتك بتستخدمها عندك في المركز. طبعا. طبعا. ايه خطوات. هي الفئلة كلية زي مولت الحركة. ان هو السينياري كله بيعتمد. واحد سن الزوج قديه. محزول الميت ببتاحها قديه. بقول الاكياس دي بقى لو قديه عندها طول فترة الزواج. حالة الزوج شكلها ايه? مع اي حالة الزوج. هل عنها بتمحاولات حالة مجالية سابقة ولا? الاسئلة دي كلها بتبدأ تديكي بتنور لك النور اللي هتمشي فيه ازاي? بتقتصر طرق كتير. لا ومش كيف بس بص عزي ما انا زي وحالك انت لو مكون ماشي في طريق فيه اشارات. وفيه علامات وفيه دلالات انت بتقدر توصل بسرعة. صح صح. غير ما الطريق يكون مبهم من نسبالك. لان المسألة لو مبهمة. لو مبهمة عليه? عالمريضة. ومبهمة عالطبيب. هنوصل ازاي? اه.